حتى الأطفال باتوا شريك أساسي بهذه العملية وعلى الرغم من مزايا الأجهزة المذكورة كاستخدامها في الوسائل التعليمية وطرق التواصل المهنية إلى جانب أنها تعمل على تقريب المسافات بين الأشخاص بشكل كبير لكن يبقى لها أيضا سلبيات ليست بالقليلة تنتج عنها سوء الاستعمال أو الزيادة فيه ومحور حديثنا اليوم رح يكون حول تأثير عن هذه الأجهزة على الصحة العيون بالأساس التي قبل راح نناقشها مع ضيفنا الدكتور أسامة عبد الحكيم استشاري العيون بمستشفى المغربي للعيون مساء الله بالخير دكتور سعيد بقولي معكم إن شاء الله يبقى مساء حلو دكتور يعني مشكلة التعرض لشاشة الهواتف الذكية يعني نحنا صرنا خلاص 24 ساعة صارت جزء من حياتنا دي أكتر حاجة أنا بس إيلها في العيادة بصراحة أكتر حاجة بديل في العيادة الموبايل والآيباد أو الكمبيوتر إيه مشكلة يعني هي بتختلف حسب السن اللي نتكلم عليه وحسب اللي بنستخدمه فيها عشان نحاول نوصل رسائل كده من خلال الكلام أكتر حاجة بتقابيني مع الأطفال الأطفال بالذات يعني لأن دول جيل الأولادنا بقى اللي طالعين ودول إحنا بنبقى قلقانين عليهم جدا صح وبيجي لي أطفال كتيرة جدا لأب والأم يقولي ابني بيحض على الموبايل عمال يلعب جيمز على التلفزيون عمال يلعب جيمز على الآيباد مسي جيمز ولقى الطفل يعني إليه داخل مسلا عمال يلعب وبعدين أحط أكشف عليه في روح سابه الآيباد وبعدين وطول مقاعد أكشف عليه أعمال يبص على الآيباد على رسائل كورسي وأقول ما خلص يجري يأخذ الآيباد عايز يكمل لعبة طبعا بتبقى شكاوي أول سؤال أهل يسألوا لي يقولوا يتكلموا أقولوا بقى أن الآيباد ده أو اللي بيعملوا ده مضر اللين فدائما بتبقى أجابتوا محبيطة شوية اليوم في الأول فأكونوا واضح شوية في موضوع الضرر هو الضرر مش بيبقى في العين هنا أولا صراحة يعني استخدام الأولاد في الجيمز بالذات وفي استخدام الأولاد الصغيرين لما من 6 إلى 19 إلى 10 سنين الضرر مش بيبقى في العين الضرر بيبقى في الدماغ اللي هو أكتر من العين الأطفال للأسف الشديد بيبقوا عندهم هم سترس يعني التوتر بيفيسترس وقاعد يلعب جيمز قاعد مشدود عمال يلعب أنا شايفه وقاعد مشدود معي ويروح لبيت يوعد ساعتين تلاتة مشدود بيخش على السوشيال ميديا برضو مشدود إن هو بيكتب كومنت هم يكتبوا كومنت فملأ الطفل اللي بيحصل له إن هو في خلال هو لسه طفل صغير بقى خرق عالم سترس له بقى فيه يعني بقى مشدود باللعبة مشدود بالجيم عايز يكسب إذا كان بيلعب على النت مع حد تاني وعايز يكسب الشخص التاني إذا كان مشدود بالكومنتات وعايز ييرد ويتوتر فبقى متوتر التوتر ده أسوأ حاجة في حياتنا لأنه بيبعت إشارات زالبية كتير في دماغنا إحنا شخصيا التوتر بيعملنا صدع نفس حكاية الطفل عروس لأهله جايبينه اللي أصلا لأنه بيشتكي من صدع بيشتكي إنهم مش عارف يذاكر مش عارف يتقدم في دراسته فبقولهم لأنه عمل يلعب طول ما عمل يلعب بقى فيه استرس وطول ما فيه استرس بقى فيه عند صدع بقى فيه عدد غريب يعني طفل داخل عمل يعمل لكده فعلا عمل يعمل لكده حاجات غير طبيعية غير ما يحس أحيانا نكون فيه ارتخاء بعد للجخون لا بلينكينج زي الإنشارات غير طبيعية من الدماغ من دماغه طبعا من كتر ما متوتر ما وطول ما قاعد عمل يعمل كده عمل يعمل كده معمال يركز عايز يكسب عايز يكسب يعني عايز يخلص من اللي اللي بيعمل فده بيأثر على دماغهم أكتر من عينيهم أكتر من عينيهم بكتير وبيبتدي أبوصي لأي قدامي وطفل ابتدي عنده حاجات أنا شخصيا أنا معرفش المستقبل هبعامل إزاي لو الأهل ما اتموش يعني أنا هنا الطفل هو عايل في الآخر وطفل ستة سبعة تمانية عشر سنين وفي الآخر مسؤولية أبوه أم لكن معرفش هبعامل إزاي بعد كده بس أنا بلاقي طفل قدامي واحد لسه صغير جدا دخل في عالم من الاسترس اللي هو الكبار أصلا لما يخش فيه بيتعبه جدا بس هو الاسترس بتاع مختلف الاسترس بتاعنا نحن استرس بتاعنا في الشغل وفي أداءنا وفي نجحتنا ولا استرس بتاعه في جيمز وفي لعبة بس بيعد فيها ساعات فأتلاقيه بقى قاعد مصدع آخر اللي هو مش قادر يذاكر عايز ينام بدري ومش قادر يجتهد مجهوده طبعا أهم حاجة طبعا هو بطل الفيزيكال اكتيفتي ما عادش يبالعب رياضة ولا حاجة لأنه ملخوم في الكلام ده فجسمه بقى ضعيف فبقى عندي طفل يعني مريض نفسيا نتيجة اللي هو بيعمله نتيجة إن الأهل سيبينه عمال يلعب وعايزيني إن أنا أقول لهم بطل الألعاب ده هيا يعني هنحقول له بطل الألعاب بس هو في الآخر أبوه أمه هم المسؤولين يعني ففعلا الجيمز واستخدام الحاجات القريبة ده هيا الجيمز بأنواع حبا سواء كان على الموبايل سواء كان على تلفزيون زي البليستيشن زي الحاجات ده هو مضر جدا لأطفالنا مضر جدا لجلي جديد بس في الأساس في دماغهم وبعد كان نكلم عن تفاصيل عينينا فارغ ده ده الموقت لأساس نكمل كلام دكتور يعني في كثير من الدراسات يعني قاعدين نجرى عنها أن أكثر مرض يرافق الأطفال والمراهقين خصيصا نتاجا عن تعرضهم للأجهزة الإلكترونية هو قصر النظر توافق عليه طبعا هذه دراسات هو قصد قصر النظر دي ظهرت معنا مع كورونا بالزيت قبل كورونا نحن نكونش منك عن الموضوع ده خالص لما جات كورونا وبقيت الأطفال بيذاكر عن بعد فابتدأ نلاحظ أن الأطفال نظرهم بيضعف في أمريكا مهتموش تير بالموضوع ده لكن الهتمو بالصينيين وهون كونج بالزيت وعملوا فعلا دراسات واكتشفوا يعني نزمة القصر النظر زادت مثلا من 6% لـ 20% نتيجة القعدة على الأجهزة الإلكترونية واستخدام الكمبيوتر كتير ورجعوا ده نتيجة النيروورك نتيجة الشغل عن أرب على الأجهزة كتيرة فده احتمال كميلي يكون فعلا استخدام الحاجات القريبة من الحاجات اللي هي بتساعد على زيادة قصر النظر وشو معنى مرض قصر النظر قصر النظر ده يعني الشخص الحاجات الحاجات البعيدة ما بيشوفهاش بس الحاجات القريبة ومع الوقت المسافة اللي بيقدر يشوفها عليها الحاجات القريبة بتقرب منه أكثر يعني بل مكان بيشوف مثلا على بعض ثلاثة متر ما بيشوف على بعض مترين بوضوح يعني أما بعد ثلاثة متر مباشي واضح بالنسبال ده بيزيد يعني بيضعف يعني وله إلاج هذا النظرات بلمس نظارة نظارة بس طبعا كل ما بيزيد قصر النظر كل ما سيمكن إن الضرب يزيد وكل ما مشاكل قصر النظر بتزيد اللي هي ممكن يبقى معها مشاكل في الشبكية مساكل في القرانية يعني بتزيد المشاكل فإحنا مش حابين ان قصر النظر ده يزيد يعني لكن إحنا أنا بنتكلم تاني عشان ما نقولش إن الألعاب هي قصر النظر الألعاب زي ما انتفقنا هي المخ لكن قصر النظر هنا هو مرتبط بالدراسة الدراسة عن بعد اللي هي إخدام الكمبيوتر لأن دي أطول فترة ممكن يوضع الطفل ثمان ساعات ست ساعات تسعة ساعات في اليوم مذاكرة فإنا بيجي دور الأهل عشان نحلها برضو الأهل لأن أنت لو الأطفال بتاخدهم وتطلحهم لبرة يعني تعمل تعويض هو يقعد على الكمبيوتر ويذاكر اللي أنا مش قادرين إن شاء الله الكورونا عدت ورجعنا تاني للدراسة اللي هي المباشرة وقال لنا ورجعنا تاني اكتشفنا إن الدراسة عن بعد شيء مش مستحب إلي زقن للضرورة بس لو احنا بنعمله احنا مضطرين نعمله لأنني عايزي زاكر فأنا مش مقول لحقومه عن المذاكرة وحنقول شوية حاجات نعملها بس رياح نية لكن حيبق فيه دور للأهل هنا لأنهما برضو لأننا نحن لما ناخد الأطفال ونطلحهم في الحضائق ونعرض للحاجات البعيدة فاحنا بنعادل للضرر اللي حصل من القعدة الطويل على الكمبيوتر فهنا بيقدر الأهل في العلاج أكتر من دور الطفل لأنه بيذاكر فأنا مش حضر وقف عن المذاكرة بس أنا كأب وأم أخذ ابني وطلع الحضائق وحاول أخذهم في فسح وخليني يبصوا على الحاجات البعيدة ده بيريح العضلات اللي هي انهكت أثناء الدراسة هل فعلا التعرض للأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية خلال أوقات النهار يعتبر أقل ضرر من الليل هو مش أقل ضررا هو احنا مش عايزين خلص يبقى فيه بالليل حاجة يعني يعني احنا مش مسألة خل ضررا هو أصلا بجود الأجهزة الإلكترونية قبل النوم يعني مفروضة احنا بنوقفها كل ناس قالت قبل نام على الأقل نخلص منصف ساعة نوقف أي حاجة فيها بلدو سترس احنا دائما بنكلم على سترس هنا غير يعني هو بالليل في حاجتين بيحصلوا مع الموبايل وحاجات دي اللي هي الأشعة البلولاي اللي هي الأشعة الزرقة بتقلل حاجة اسمه الميلاتونين اللي هو يعني بتأثر على الميلاتونين اللي هو بتفرس فينا لما بننام عشان نعرف ننام كويس فالأشعة الزرقة دائيا بتلغبط النوم بتاعنا فأنت مطلوب منك أن أن توقف نصف ساعة أو ساعة توقف الجهزة للشاشات اللي هي القريبة اللي هي والحاجات دائيا لكن طبعا معها برضو مطلوب أن أن توقف الإيميل وتوقف كل حاجة ممكن تعمل لك نوع من أنواع التوطر ومخبط لك نومك فتقوم أنت متوطر فلو أن أحد أسباب اللي أنت بتقوم مجهد أن أنت بالليل قبل ما تنام بفترة كافية ما عملتش قفل كل حاجة تعاكن عليك نومك وتوطر يعني فأنا وأيضا على التلفزيون حتى والسانما بعد والسانما طبعا أي حاجة يعني لن أخطوش فيلم رائع وتنام بعد أكيد صح صح في دراسة أيضا حديثة طبية مؤخرة يعني جرينا عليها والتي هي أبعاد الجهاز عنك يقولوا أن أبعاد الجهاز من 20 إلى 40 سنتيمتر هذه مسافة آمنة دي نقطة مهمة جدا جدا دايما أنا بتسأل يقول تلفزيون أبني بقرب من تلفزيون بعد تلفزيون خلاني نوضح إيه وراء ورب ورب كل ما بقى فيه موجود جامد مطلوب أعمله عشان أقدر أجيب صورة واضحة اللي هو الفوكس يعني اللي هو عشان في الصور فأنت بالتالي القاعدة الأساسية كل ما الجهاز بعد عنك وعرف تشوف كل ما أنت مستريح لأن أنت هتقلل هذا الموجود يبقى دي قاعدة عام ابعد الأجازة عنك على قد ما تقدر هنيجي للأبعاد اللي هي الأحد الأدنى للبعد فلو جئنا لتلفزيون مثلا فنضرف واحد ونصف في اثنين يعني لو عندي تلفزيون ستين بوصة مثلا يبقى المسافة الأدنى لو تخيلنا خد الشاشة بتاعتك وقدها مرتين أو مرة ونصف ده المحد الأدنى بالنسبة لتلفزيون تلفزيون هنقول منضرفها في واحد ونصف من واحد ونصف للتنين يبقى بالنسبة للكمبيوتر ستجد المسافة بتاعتي من خمسين لستين سنتي تقريبا لو بعد أكتر وقدر تشوف أحسن بس طبعا ممكن تبقى الشاية لأننا انتفقنا كلما هبعد الجهاز هريح العضلات التي شغالها فنحن الحد اللي قادنا بتاعنا من خمسين لستين في الشاشات الكمبيوتر في الموبايلات من أربعين لخمسين برضو لو قادر تبعد وشايف كويس أحسن كلما هتقرب كلما فيه موجود هيفزل أكتر فنقول في الموبايلات منقول يعني المسافات لو بالأرقام منتكلم من أربعين لخمسة واربعين سنتي في الموبايلات منتكلم من خمسين لستين سنتي في الشاشات الكمبيوتر وبنتكلم في المسافة أو مرة ونصف مسافة الجهاز التلفزيون اللي قدامنا ده ها يدينا حرية في الرؤية وراحة أكتر وعدم مجهود للعضرات دكتور يعني خلنا نتوجه لمحاولة تفادي التأثيرات السلبية للتعرض للأجهزة الإلكترونية شو هي الإجراءات المتبع هناك صغيرين وكبار بالنسبة لنا ككبار ومستخدم الكمبيوتر وغصبا عننا ففي قاعدة سهبية بنقولها هيا عشرين 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 يعني انت كل عشرين دقيقة وانت شغال على الكمبيوتر سواء كان محاسب سواء كان رجل وتفور بقى بيعمل ايه على الكمبيوتر كل عشرين دقيقة مطلوب انك ترجع تريح لانظهرك لورا عشرين ثانية وتبص على حاجة على بعد عشرين فيت يعني حوالي سبعة متر قدام يعني تبص الحاجة البعيدة فانت كل عشرين دقيقة مطلوب كل فترة ما مطلوب انت تريح عنيك لان احنا عادين قدام الكمبيوتر قدام الاجهزة ايا كانت او شغالين على موايل او ايا كان طبيعا الريمش بيقل دي المشكلة يعني انا بتكلم معاك ودوقتي الريمش قل طبعا اما كنت لو انت مشدود وتتكلم فانت الريمش قل فلما بتقل البلينكين دا بيتحي بالعين فانت عايز تعمل البلينكين كنت احد مشدود قدام الجهاز بشغلك فانت ارجع الورا وريح 20 دقيقة وغمط عينيك كده وريح خالص لو نحط الاطرات اللي احنا تكلم عنها اي مفتال اي مفتال اي مفتال اي مفتال اي مفتال اي مفتال اول حاجة بقول لهم الاطفال جيمز اثناء الدراسة ممنوع يعني في الخمس ايام اللي هم دراسة ممنوع وليك في الويك اند بلاخد ساعة ولا ساعتين دا الطفل بس الاب والام برضو ما بسبهمش يعني ما بسبهمش الاب والام لان الاخر هما مسؤولين الراقبة ضرورية انا انا احنا تكلمنا عن الاطفال بياخذ معاك موضوع على كبار السن مش الاب والام كبار السن حتى عليهم خطورة كبيرة في هذا الموضوع كيف يقدروا يحمون نفسهم او شو الاجراءات اللي لازم يتبروها هو ببساطة شديدة هو ان انت ما تستخدمش الحاجة مدة طويلة بس يعني كل المطلوب منك ان انت ما تقعدش ساعات طويلة متوصلة يعني اقعد زي ما انت عايز بس ريح يعني كل ما تريح من الاجهزة كل ما تبقى الشاشة يعني لو انت عاد على الجهاز يبقى شاشة الاضاءة كويسة يبقى الاشياء برايت يعني ما يبقىش الشاشة ضلمة ما تبقىش فقوضة ضلمة ما تبقىش مكان ضلمة اللي بيض والسود يعني الكتابات اللي على شاشات الكمبيوتر او على الايفون ما تختارش الوان احمر واخدر خود اللي بيضاء كونتراست يعني مساهم احنا كونتراست نفس كونتراست مصطلحات نفسي كونتراست نفسي المصطلحات والشاشة الكمبيوتر لازم تبقى تحت شوية لو انت عاد على الكمبيوتر يعني ما تبقىش فوق لان تحت الكل ده حاجات لا لقب اللي مش عايز اخوش في تفاصيلها بس كل مكان الشاشة تحت حوالي 30 سنتي يعني مستوى الرؤية ما تبقىش فوق يعني كتير جدا اخوش اماكن خصوصا في موظيفين وكده لقى الشاشة كده على قوش اني بيصعب علي انا متأكد انه بعد فترة هيتعب لان العضلة اللي شغالة كده غير العضلة اللي شغالة كده تفرق كتير جدا معا يعني هو كده يصدع لو الشاشة كده هو على نفس الليبل ده يصدع جدا لازم ينزلها تحت 30 سنتي لان العضلة بتاهم الدخول الانتل الشاشة زي ما اتفقنا الاضاءة تبقى كويسة الكونتراست يبقى عالي مايبقاش الاضاءة في ظهره ده مهم جدا يعني في نسبة للاطفال تاني الاب والام يقللوا استخدام الموبايلات قدام ولادهم يعني بلنا برضو يقعد يقول انصحه والله كتير جدا الابني قولي هو أمس عمال يلعب في الموبايل وعمال يلعب او والدته عملت تلعب طبعا انا بنصح التفلي بطل لازم انت تبقى قدوة له فانت أقلل الموبايل جدا يعني طبعا جريت يشارك ولادهم في الجيمز يعني يخشوا انا على الفكر بنصح جدا وبالدراسات كتير قالت انت ولادك لما يلعب وقعد يلعب معاهم يديهم ساعة أو ساعة أو ساعة الأوروب عشان تشوفهم بلعبوا ايه وبيعملوا ايه وتقدر تعلق على العب تشارك دكتور نزي بالنسبة لحالة جفاف العيون انت تكلمت عن القطرات هل في قطرات معينة تنصح فيها وهل جفاف العيون يكون سبب ان نحن نتعرض كثير للهواتف او تعرض للأجرز الألكترونية طبعا اكيد التعرض للهواتف بالتعرض للشاشات ده كله بيقل لأنا قفل لانيا فده بيقامل ان الجفاف يعني مش الضوء اللي طالع مش من الشاشة اللي طالع لكن اقوم لي ان انت مركز ومشدود مع اللي موجود قدامك وعلى فكرة عليك الجفاف بيبقالوا حاجات كثيرة جدا عادي اي شخص قدر استعمله ومالها اطرات كثيرة على فكرة اطرات تقلل لالتهابات اللي نجد عن الجفاف يعني فيها علاجات كثيرة جدا للجفاف بس هي في الاساس كلها بتدور ان انت بتبدي بدري بتستخدم من الاطرات وان انت تريح يعني مش هقدر اقعد اطرات ريح من الاجهزة لازم تريح يعني الراحة دي مهمة جدا وان ان تكريست طبعا ان تتفسح الخروج برا الاجهزة يعني احنا فقدنا كثير جدا نحن نخرج ونشوف الحاجات الطلقة والخروج في الهو ده مهمة جدا 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 ده راح تلقين كلها يعني فهلا دكتور سامو كل الشكر الجزيل لك على دواجتك معنا لليوم شكرا للمعلومات القيمة لقد قيمة فعلا نصائح جميلة دائما التاقيم اتمنى يعني من الناس هتستفيد من هذه المعلومات وانتي قلت انا بعد اتمنى ان تستفيدي بعد بزورة ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة